في هذا السوق الشعبي بقلب مدينة حجوت تجد كل ما تشتهيه من لحوم وبقول وخضار بأسعار كانت جنونية في أوائل الشهر الكريم لكنها بدأت تتهاوى يوما بعد يوم البقوليات والعجائن لا ترضخ لقانون العرض والطلب للسوق وإنما تسجل ارتفاعا مستمرا رغم أي ظرف مهما كان بين التراجع والارتفاع في أسعار المواد الواسعة لاستهلاك خلال هذا الشهر خاصة تلك التي يستحيل الاستغناء عنها يجد المواطن نفسه أمام ضرورة ترشيد الاستهلاك مجبرا غير مخير